شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف باسم ابن القيم الجوزية ولد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في دمشق ونشأ فيها وتعلم على يد أهم علمائها وفقهائها ومنهم أبوه أبو بكر بن أيوب قيم المدرسة الجوزية الذي بسببه لقب الإمام شمس الدين بلقبه ابن القيم وقد ألف ابن القيم ما يزيد عن مئة كتاب أهمها في إصلاح القلوب والتعرف على الله ولم يسبقه أحد في هذا المجال مثل مدارج السالكين والداء والدواء والفوائد وما زالت الأمة تستفيد منها حتى يومنا هذا بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله بأخذ العلم منذ سن السابعة فتعلم أصول الدين وأصول الفقه والمواريث ولم يترك شيئا من العلوم إلا وقد تفقه به وأخذ منه حتى جاء الإمام ابن تيمية إلى دمشق فلازمه سبع عشرة سنة ودخل السجن معه وكانت هذه المحنة صعبة جدا على ابن القيم فقد توفي أمامه إمامه ابن تيمية في حجره وهما في السجن إلى جنة الخلد أيها الحبيب إلى جنة الخلد أيها الحبيب اللهم أجرني في مصيبتي وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أخبرني يا ابن القيم الجوزية أتحبني أن أناديك بمحمد أم بابن القيم كان ابن تيمية رحمه الله يحب دائما أن يناديني بابن القيم إذن أخبرني يا ابن القيم بردك على من اتهم ابن تيمية بالشدة والغلظة والله يا أخي ما عرفته إلا سهلا لينة لا يغضب إلا لانتهاك حقوق الله وكان أقرب الناس للفهم الصحيح للدين وفتواه التي دخلت بسببها السجن معه أنت تدرك ما آل إليه عصرنا الحانات المنتشرة في كل الأرجاء الظلم والبغاء والمنكرات وكان على ابن تيمية أن يواجه هذا كله وأن يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من تحكيم الكتاب والسنة وكان من الطبيعي يا أخي أن يتهمونه بالشدة والغلظة ولكنك قلت برأيه في مسائل الطلاق وهو الرأي الصواب ولكن الحمد لله ماذا تحمد الله على سجنك؟ الحمد لله على كل حال لقد أفادني دخول السجن يا أخي وضعني أمام مرآة صافية فرأيت نفسي وأدركت أن جهاد النفس يمحو الذنوب وقد منعت الكتب عن الإمام بن القيم فكان حارس السجن يأتيه بها دون علم الأمير بارك الله فيك يا أخي لقد أتيت لك بما طلبت وبما لم تطلب لقد طلبت الريشة والحبر والورقة ولم تطلب المصباح فأتيت لك بمصباحي وأنت وها أنت يا أخي قد أعنتني بكل ما اشتهيه وقد تعرض الإمام في سجنه إلى الضرب وحرمانه من الطعام والماء ولكنه صبر واحتسب أمره لله تعالى حتى جاء أمر الخليفة بالإفراج عنه وفي أثناء هذا عمت الفوضى الأسواق وبدأت البدع بالانتشار أعجز عن الحديث معك يا أخي فلساني كاد أن يلتصق بحلقي أبشر أبشر يا ابن القيم لقد أمر السلطان بإطلاق صراحك ولكنك لن تعود إلى المدرسة الجوزية ولن تلقي الدروس في الجوامع بعد اليوم أيوب ساعده في الخروج ما رأيك في هذه الفكرة يا ابن العم؟ تضيع لي سلعة من حانوتك ككيس الحنطة مثلا بعشرين درهما مؤجلة ثم تشتريها مني بعشرة وهكذا أعطيك المال الذي تطلبه ولكن هذا هذا أفضل لي ولك من القرض أنت تريد المال ليعينك على الحياة بعد تركك للعمل وأنا أريده للتجارة خذ هذا هو كيس الحنطة بعشرين درهما مؤجلة إلى ما بعد هلالين أعطني الكيس مرة أخرى ها أنا قد اشتريته منك الآن بعشرة دراهم وها هي النقود تفضل أظن أن هذا من الربا سل هذا الشيخ إن شئت أتعرفه؟ اسمه مالك وهو كالإمام مالك في الفتوى ومعه رخصة من القاضي بهي الدين الدمشقي إذن نذهب إليه نستفتيه هيا بنا ولدك شرف الدين عبد الله يداويك وكأنه الطبيب من قرأ لأبي كتاب الطب النبوي سيعلم الكثير من فوائد العلاج بالعسل على ذكر الفوائد من قرأ لأبيك كتاب الفوائد سيخلص قلبه لله تعالى وأين هذا وذاك من كتب شيخ ابن تيمية التي هي تلك كالأوراق الخضراء يانعة أما كتبي فأحسبها بعض أوراق يابسة يد الطبيب ماهرة أخبرني بما حدث في غيابي يا عبد الرحمن أشياء مؤسفة محزنة أبي جراحك مؤلمة الحمد لله أوشك الألم أن يزول يا ولدي حدثني يا عبد الرحمن ولا تخفي عني شيئة بهي الدين الدمشقي فتح أبواب الحيل الشيطانية وكيف ذلك؟ أباح بيع العنب لمن يعصر الخمر بحجة أن الله أحل البيع لا حول ولا قوة إلا بالله عشرات من أتباعه يجلسون في الطرقات يحللون ما حرمه الله وأين العلماء الأجلاء؟ أين الذهبي وابن كثير؟ استنكروا هذا ولكن وأسفاه العوام قد فرحوا بتحليل ما حرم عليهم فسدوا آذانهم عن حديث العلماء وأنصتوا عند حديث هؤلاء انتشر الربا وانتشرت البدع وتبعتها بداع كثير قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آي الله أذن لكم أم على الله تفترون لا شيء في هذا إنها تجارة بيع وشراء وعلى هذا فأمركما حلال والله أعلم بارك الله فيك أيها الشيخ الجليل إلى أين؟ أين ثمن الفتوى؟ ثمن الفتوى؟ سأقلبها إلى حرام لا لا بارك الله فيك أيها الشيخ الجليل لا حول ولا قوة إلا بالله من أفتى بهذا؟ الشيخ صدقت رسول الله عندما قلت يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع أستغفر الله العظيم لقد سمعت لفظ الربا ما أسمعه وأراه هو الربا بعينه ولكن الشيخ أفتى هذه حين شيطانية من عمل بها فهو كافر رحمك الله يا ابن القيم الله لم يخلقنا ليعذبنا الفقر يعربد بين الناس ونحن لا نريد إلا إسعادهم تريد إسعاد الناس بتحليل الحرام؟ قد أوقف عمر الحدود الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكب مرتكب اليهود وتستحل محارم الله بأدنى الحيل الضرورات تبيح المحظورات يا ابن القيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد قل بالله عليك من من هؤلاء الناس يضطر لأخذ الربا؟ ومن منهم يضطر لمنع الزكاة وسقوط القصاص؟ أجب، هيا يا عبد الرحمن هيا يا شيخنا ستأخذ بفتوى مالك أم بفتوى ابن القيم؟ سأخذ بفتوى ابن القيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الذباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الدرجة الرابعة من مدارج الساركين هي اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه الطراب والدرجة الخامسة هي حسن الظن بالله عز وجل مرحبا بك شرف الدين تفضل يا ولدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة للمقاطعة لا عليك يا ولدي ماذا حدث؟ القاضي بحيث دين الدمشقي يريدك الآن؟ نعم الآن الحق لا يعرف التأخير كي لا يبقى للجاني متسع وقت للتدبير أفصح ولا تزد قد جاء مالك يختصمك إذ اتهمته في السوق أمام الناس بالكفر والخروج عن دين الإسلام ما قولك في من يحلل للناس الحرام؟ يحلل الربا وقد حرمه الله قولي قولي لست أنت من يحكم بكفره من إذن؟ أنا والعلماء الكرام فلتأتي إلي بكل علمائك الكرام فإن أقر هذا الكلام فعقاب الدنيا أهوا والسجن كذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ما رأيك لو دفعت عن نفسك هذا الاتهام بمناظرة يحضرها القاصي والداني؟ فلتكن محاكمة وليكن حد الله على من لم يظهر البينة بسم الله نبدأ المحاكمة قد جاءني هذا الشيخ يشكو هذا الرجل بأنه قد نعته بالكفر وقد ثبت لي ذلك باعتراف محمد بن أبي بكر وبشهادة الشهود يا ابن القيم هل اعترفت بأنك اتهمت هذا الرجل بالكفر؟ بلى أتدري عاقبة هذا الاتهام؟ بلى أبدر منهما يدعو لذلك؟ هو يتلاعب بأحكام الدين باسم الحيل التي تحل الحرام وتسقط الحق الحيل ليست من الحرام أنكرها العلماء مالك بن أنس وحماد بن زيد والفضيل بن عياد وعبد الله بن المبارك تحدث أنت يا مالك الحيل ليست من الحرام فأيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مئة ضربة والله أذن له أن يتحلل من يمينه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم ما ردك على هذا؟ هذا ليس من الحيل فالحيلة تعني تغيير الحال بحال آخر كتغيير الحرام إلى حلال أو تغيير الحلال إلى حرام وأيوب عليه السلام ضرب زوجته أي أنه لم يحنث قولك صحيح يا ابن القيم يقول الله تعالى في محكم آياته إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويقول تعالى أيضا في آية أخرى وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ الله حسبي وهكذا نرى من هاتين الآيتين أن الخداع مذموم والتحايل هو أحد أنواع الخداع ولعلكم تذكرون حيلة اليهود في صيد يوم السبت وكيف عاقبهم المولى سبحانه وتعالى ماذا تريدون من وراء الحيل؟ أجيبوني لماذا تصمتون؟ ماذا تريدون من وراء الحيل؟ تريدون تحليل الحرام؟ هذا والله أخطر شيء على الإسلام الأوامر الإلهية شرعت لما فيها من مصلحة الأنام الزكاة شرعت لمصلحة الفقير والربى شرع اجتنابه لما فيه من مفسده حتى لا يقع المحتاجون فريسة في يد أرباب المال إن الذين يجاذلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير بسم الله الآمر بالعدل والإحسان وصلاة وسلام على المبعوث بالقرآن رحمة للعالمين أما بعد فقد وضعنا الكلمات في الميزان فرجحت كفة الحق والإيمان قد تبين لنا بالحجة والبرهان صحة ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لم ينتهي الحكم بعد ابن القيم أخذ بقول العلماء والسلف الصالح فمن عمل بالتحايل هو كافر يستتاب ويقام عليه الحد إن أبى العودة للإيمان وهذا عندنا هو الرأي الراجح وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وبعد أن انتصر الحق في المحاكمة ذهب ابن القيم لإعداد رسالة يرسلها للخليفة يخبره بالبدع التي ظهرت في دمشق لعله يقضي عليها بعد أن طلب من أمير دمشق ورفض بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محتثاتها وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك يا عبد الرحمن هل انتهيت من كتابة رسالتك للسلطان الناصر قلوون؟ أوشكت على الانتهاء ولكن لما هذا السؤال؟ علمت أن جماعة من أهل دمشق قد عزموا على السفر إلى مصر فقلت لنفسي لماذا لا ندفع إليهم الرسالة؟ فكرة طيبة هل تعرف أحدهم؟ لا ولكنني أخبرت بأنهم يجتمعون كل ليلة في حديقة قصر تينكز حديقة قصر تينكز؟ أوليس بغريب هذا؟ إنه يدفع إليهم الأموال ويحثهم على قراءة القرآن هكذا قيل لي على أي حال فلنكتب الرسالة أولا وإذا شاء الله نذهب إليهم لنعرف خبرهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين